والصورة من أساطير الإغراء في السينما المصرية الفنانة هاياتك والجميل هيدا طبيعي نحمدك يا ربا ما في أي او والله نسيتك لا نسيتك يا حبيبي يا حبيبي أمره أمره فحص شامل مع راغدة شلهوب كم رجل بحياتك اعتمدت عليهم وحسيت مش قد الاعتمال أنا عمري ما اعتمدت على راجل دايما الراجل عايز الست أخذر يا سبيدي حاجة كده يعني يقال انه نعرض عليك الارتباط من قبل شخصية سياسية كتير مهمة وبعدين معاك ايه عايزة ايها راغدة معاك لا انا بدي عارف السر حاجة بقى جديدة لازيزة قوي بقى حصلة اللي بقى لها كم سنة ايه السباب صغيرين جدا اللي زوجتهم كانوا مقتدرين يعني كانوا اه طبعا اه انا هروح اتجوش حتى يقال كمان انه نعرض عليك الزواج من شخصية ثاري عربية اه كتير اه كتير كمان حكام اصر في توصل رفضت التعامل مع الاجهزة الامنية مثل بعض زميلاتي خوفا على سمعت نعم ام لا نعم احبابت محمود عبدالعزيز ولكن انا لم نتزوج حفاظا على صداقتنا لا طبعا احد رجال نظام مبارك كان يريد اقامة علاقة معي ورفضت نعم نعم كيف بتشوفي حالك امام المرية؟ انا عمري ما حسيتني سبت حالو كيف بتفكري بالموت؟ انا ما بخافش من الموت انا بخاف من المرض في نقطة مهمة انتباد وذكرتها على رفض كرياء اخوذ زواج مع الشباب ليه؟ ممكن داي دا اللعك اكثر او يمكن اننا يعني اتكرات دا لعها مش نقصها فحص شامل مع راغد شلهوب الاربعاء العاشر مساء فقط وحصريا على الحياة